ظلم النفس أن تحقق لها شهوة عاجلة لتورزها شقاء دائما تبقى أنت ظلمتها يبقى أنت ما حققتش لنفسك شهوة ما حققتش لنفسك شهوة ليه؟ لأنك أنت عطتها شهوة إيه؟ عاجلة وبعدين جبت لها الشقاء تبقى أنت ظلمتها ولا لا؟ وظلمتها ده ظلم النفسي ده أشقى أنواع الظلم لأن لما تجي تظلم الغير معقول إنما تظلم نفسك ده مشكلة ولو أنهم الظلموا أنفسك يبقى أي عاصم يعص الله بترك أمر أو بالإقبال على منهين عنه في ظاهر الأمر أنه يحقق لنفسه متعة فإن كان فيه أمر من الصلة وعايز تكسل وينان في ظاهر الأمر وبيحقق لها إيه؟ متعة